السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزائي التلاميذ عزيزات التلميذات درسنا لهذا اليوم في مكون الإملاء من يذكرني بدرس مكون الإملاء الذي تعرفنا عليه الأسبوع الماضي؟ أجل إنه الأسماء الموصولة لنتعرف على درسنا لهذا اليوم اليوم هو الخميس 9 أبريل 2020 المكون الإملاء الموضوع أسماء الإشارة أهدف الدرس تعرف أسماء الإشارة المفرد بنوعه هو المثنى المذكر رسم أسماء الإشارة رسما سليما استعمال أسماء الإشارة استعمالا صحيحا لنبدأ على بركة الله نلاحظ معي هذه الجمال سوف أقوم بقراءتها هذا ولد مجد هذا ولد مجد هذه بنت مجتهدة هذه بنت مجتهدة هذان تلميذان نشيطان هذان تلميذان نشيطان هذان لنعود إلى الجملة الأولى هذا ولد مجتهد هذان ولد هذان ولد هذان ولد هذان كلمة ولد هنا جاءت مفرد مفرد كيف هو مذكر أو مؤنات مفرد مذكر أجل مفرد مذكر هنا كلمة بنت بنت مفرد أي واحد مفرد مؤنث هذان تلميذان تلميذان مسنى المذكر مسنى المذكر نتقل إلى جمل أخرى هذا طائر ملون هذا طائر ملون هذه قرية هادئة هذان كتابان مفيدان نلاحظ كلمة طائر كيف جاءت هنا كلمة طائر مفرد مذكر أجل مفرد مذكر قرية هي قرية مفرد مؤنث كتابان هنا أشير إلى الكتابان كتابان مثنى المذكر إذان ماذا نستنتج أعزائي الصغار هذا نستعملها للإشارة إلى المفرد المذكر أعيد هذا أشير بها إلى المفرد المذكر هذه للمفرد المؤنث كما سبق ورأينا في الأمثلة هذان للمثنى المذكر إذان أعيد هذه أسماء الإشارة أشير بها للقريب هذا أستعملها للإشارة للمفرد المذكر وهذه أستعملها للإشارة للمفرد المؤنث هذان أستعملها للإشارة للمثنى المذكر الآن نمر إلى أتدرد نأخذ الكتاب صفحة 132 أولا أصل بخط لدي هنا إسم إشارة هذا وهذه لدي هنا جمال مرعا فسيحة مرتفع خطير صديقة وفية عشب أخضر إذن قبل أن أصل أتذكر ما تم تقديمه سابقا وأفكر جيدا ثم أصل كل إسم إشارة بجملة التي تناسبه ثانيا أتمم بكلمات هذه هذا هذان قال البطريق فراغ من قاري أصطاد به و فراغ زعان في وجدف بها و فراغ قدما أتحرك بهما إذن سوف أملأ هذا الفراغ بإحدى هذه الكلمات الآن سنمر لبعض التمارين تطبيقية ننجزها على دفاترنا بعد أن نقوم بنقلها أولا أملأ الفراغ بما يناسب هذان هذه هذا دائما نسترجع ما تم تقديمه سابقا الرجل شجاع المعلمة نشيطة طفلان يلعبان تلميذة متفوقة الكلبان خطيران الفيل ضخم إذن لهذا الفراغ سوف أضع ما يناسب ثانيا أركب الأسماء التالية في جملة مفيدة هذه هذا هذاني إذن كل اسم من هذه الأسماء سوف أضعه في جملة مفيدة نمر الآن إلى تصحيح تمارين التي تم تقديمها في حصة الإملاء الأسبوع الماضي خاصة بالأسماء الموصولة إذن أولا أصل بسهم لأكون جملا مفيدة أصل بسهم لأكون جملا مفيدة إذن نبدأ الحيوانات العاشبة هي ماذا سأقول الحيوانات هي لدي أو التي لتاني أو لداني الحيوانات العاشبة هي التي التي ماذا تتغذى على العشب تتغذى على العشب إذن أعيد الحيوانات العاشبة هي التي تتغذى على العشب قدم البطريق هما لتاني تساعداني على الحركة قدم البطريق هما اللتاني تساعداني على الحركة هذاني الطائران هما لذاني لذاني ماذا جل حبسا هما حبسا في القفاص أخيرا هذا هو الغراب الأبيض الغراب هو مذكر الذي طرد من الغابة الآن نمر إلى تصحيح تمر الموالي أتمم جملتين مستعملا التي أو الذي احضر الكلاب الضالة فهي الكلاب فهي التي أجل هنا كل واحد سيكتب جملة من عنده مثلا احضر الكلاب الضالة فهي التي تنقل الأمراض فهي التي تشكل خطرا عليك مثلا ارحم ضعف الحيوان فهو الذي إذن فهو الذي يؤنسك ويعينك فهو الذي أوصان به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرفق به إذن كل واحد سيكتبه جملة من عنده ثانيا أتذكر وأكتب جملة الأخيرة من الحكاية لنعود إلى حكاية الفقران الثلاث ما هي الجملة الأخيرة فلقينا جزاء طمعيهن وشراهتهن نمر لتصحيح تمال تطبيقية أملأ الفراغ بما يناسب لذي التي لذاني اللتاني إذن قلنا بأن الذي نستعملها للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث اللذاني للمثنى المذكر واللتاني للمثنى المؤنث إذن هنا الفقرة هي التي جنت على نفسها إذن هنا لماذا استعملت اللتي أجل الفقرة لدي هنا كلمة الفقرة مفرد مؤنث هي الفقرة التي اللذاني اللذاني التلميدان نعم هنا لدي كلمة مثنى المذكر إذا سأستعمل اللذاني جاءت الميذان اللذاني تغيبا بالأمس دعاء وهند هما اللتاني قرأت القصة لماذا كتبت هنا اللتاني أجل لدي كلمة هنا دعاء وهند إذن هنا مثنى المؤنث هما دعاء وهند الكتاب الذي قرأت مفيد الذي إذن لدي هنا كلمة الكتاب مفرد مذكر الكتاب ثانيا أركب الأسماء التالية في جمل مفيدة الذي التي لذاني لتاني إذن هنا أنا أعطيتكم بعض الجمل طبعا كل واحد قام بتركيب هذه الكلمات في جملة مفيدة من عنده الفستان الذي اشتريت جميل أحب الكعكة التي تحذرها أمي الطبيبان اللذان أجريا العملية ماهراني القصتان اللذان قرأتوهما شيقتان وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم وإلى اللقاء في حصة أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر